موسيقى موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في جولة كامل معتاد في كشك الصحافة ونستعرض أهم ما جاء في الصحافة العربية والصحافة اليمنية الصادرة هذا اليوم نبدأ جولتنا من المواقع الإلكترونية اليمنية وتحديدا من موقع الصحوانت نقرأ فيه محافظ تعز يبحث أوضاع المحافظة مع مسؤولين خليجيين وفي الشان الإغاثي مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أربعة آلاف سلة غذائية في تعز كما عنوان الموقع بحاح من سقطرة يشدد على توفير الخدمات للمواطنين ومن العنوين إلى تفاصيل خبر اعتداء ميليشيا مشرف الميليشيا في عطمة بدمار على طاقم عمل إحدى المنظمات الإغاثية يقول الموقع في الخبر اعتدى مشرف جماعة الحوثي بمديرية عطمة بمحافظة دمار على طاقم عمل إحدى المنظمات الإغاثية التي كانت تنفذ إحدى حملاتها الإغاثية في المنطقة وقال مصدر محليل المركز الإعلامي لمقاومة دمار أن القيادي أبو المندر الحسني منع الفريق التابع لمنظمة الطفولة من توزيع مواد الإغاثة على المستفيدين وسحب منهم بالقوة وثائق الصرف وأضاف المصدر أن القيادي الحسني هدد أعضاء الفريق فريق المنظمة بدعوى أنهم نفذوا الحملة دون أخذ تصاريح مسبقة منه أو الرجوع إليه وأكد المصدر أن الخطوة التي أقدم عليها القيادية الحوثي أثارت حفيظة رجال القبائل في تلك المنطقة ما دفعهم إلى طرد المشرف الحوثي والمسلحين المرافقين له وقاموا بنصب نقطة مسلحة في منطقة جبل حلفان نتحول المشاهدين إلى موقع الموقع ونطالع أهم الأخبار والعنوين التي تصدرت صفحته لهذا اليوم مقتلوا 23 من عناصر الميليشيا بينهم قائد جبهة جبل الوافي بنيران المقاومة وقصف الطيران بتاعز إلى محافظة أب الميليشيا تطلق الرصاص وتصيب طفلا بعد رفضه التوجه للقتال في صفوفها وفي عنوان آخر الحوثيون يوقفون مرتبات 46 ضابطا بحجة تأييدهم للشرعية أتناول الموقع في أحد أخباره تفاصيل سحب عدد من موظفية صليب الأحمر في اليمن ويقول الموقع أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قرار سحب عدد من موظفيها الأجانب من اليمن ليس له علاقة بأي مطالبات أو ضغوطات من قبل أطراف النزاع في اليمن في إشارة منها إلى الدعوة التي وجهتها سعودية مؤخرا للأمم المتحدة ومنظماتها بضرورة حماية موظفيها ونقلهم من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقالت لجنة الصليب الأحمر إنه تم أخذ القرار إثر تهديدات حديثة تلقتها اللجنة وكذلك حرصا منها على تخفيف المخاطر التي يواجهها موظفها وأكدت اللجنة أنها لم تغادر اليمن بالشكل المطلق وأن أنشطتها مستمرة بشيرة إلى أنها اضطرت إلى سحب عدد من موظفيها الأجانب فقط وبشكل مؤقت وقالت اللجنة في تعليق على منشور في صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك لن نتخلى عن اليمن واليمنيين انفلات عدن تحت هذا العنوان كتب عبد الرقيب الهدياني مقالا في موقع الموقع تحدث عن الانفلات الأمني الذي تشهده عدن رغم وجود قوات مهمة تأمين المدينة ويقول الهدياني في المقال بكلمة واحدة فإن علة كل هذه الحوادث التي نعيشها في عدن على مدار الساعة وتتنوع بين الاغتيال والتفجير والمواجهات والاقتحام وأصوات الأسلحة المتونوعة أناء الليل وأطراف النهار تتلخص في شيء اسمه الانفلات تعيش عدن واقع انفلات أمني وإداري غياب للدولة فراغ سلطة نتج عنه مظاهر شوهاء تملأ الحيز الفراغ انفلات وحسب وتنترج تحته حركة ودبيب كل التناقضات من مخططات العدو لتصفية الخصوم إلى صراع الأمراء والتنافس على تصفية الحسابات وإزالة المنافسين والمطالبات الحقوقية العادلة بطريقة الخشنة كما حصل مؤخرا في المعاشيق انفلات وحسب جر معه كل هذه الجرائم والاغتيالات وأعمال العصابات التي تضرب القيادات ومشائخ العلم البعيدين عن السياسة والقضاة والصياديلة وحوادث النهب والقتل ضد التجار ورؤوس الأموال المخلوع والحوث وخلاياهما ومخططاتهما موجودة ومستفيدة نعم ولكن ليس الانقلاب وراء كل شيء سأعود وأكرر ما قلته في وقت سابق إن عادا جغرافيا مقسمة إلى مناطق أمنية لها ثلاثة أبواب فقط ومديريات كذلك مغلقة بوابات ضيقة يسهل السيطرة عليها وتأمينها لمدينة كريتر بابا فقط وللتواهي وخورمكسر والبريقة أيضا لكنه العجز وغياب الإرادة يحولان دون تحقيق الأمن لهذه المحافظة الاستراتيجية من المعيب والفاضح أن يكون مطار صنعاء الخاضع لسلطة الانقلاب وتحت ضربات التحالف مفتوحا ويسير الرحلات ومثله مطار سيئون حيث تتواجد القاعدة في عاصمة حضرمونت مفتوحا فيما مطار عدن الدولي الخاضع للشرعية والتحالف والمقاومة مغلقا نذهب إلى موقع المصدر أونلاين ونستعرض أهم ما ركز عليه الموقع تعز تقدم للمقاومين في الأقروض ومواجهات في جبل حابشي ومعارك في الجبهة الغربية للمدينة ونقل الموقع على لسان محافظة مارا اللواء علي القوسي مخاطبا المخلوع لم يعد أمامك إلا التسليم بالشرعية أو اللحاق بالقطار عنوان الموقع أيضا اغتيال جندي ومواطن في حادثين منفصلين في حضرموت شرق اليمن كما اهتم الموقع بخبر تشريع جثمان أحد المختطفين والذي مات إثر تعرضه للتعذيب في سجون الميليشيا ويقول الموقع تظهر العشرات من المناوئين لجماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح في تشريع جنائزي لأحد القتلى الذين لقوا حتفهم في سجون الجماعة بمحافظة أب وقال المتظاهرون للمصدر أونلاين إن جنازة المختطف مجاهد محمد الزيدي الذي قتل إثر التعذيب الذي لقاه في مبنى الأمن السياسي تحولت إلى مظاهرة تندد بالحوثيين أتابع الموقع في التفاصيل وأشارك في التشريع حجد كبير من جميع الأطياف والمكونات السياسية والمجتمعية وعبروا عن إدانتهم للجريمة والسنكارهم الشديد للتعذيب الوحشي الذي تعرض له الزيدي وطالبوا بالقصاص من الجناة ووريا جثمان الزيدي إلى مقبرة بقرية فروع الواقعة على مشارف جبل بعدان إلى موقع نيوز يمن وقراءة أبرز ما جاء في صفحة الرئيسية الفريق الأحمر يتواعد مقاتلي صالح والحوثي بنهاية قريبة كما عنوان الموقع مسلح والقاعدة يختطفون مدير البحث الجنائي في حضر موت وتناول الموقع أيضا قتيلان في فجار لغم من مخلفات الحرب في عدن أما في شان السياسي ركزا الموقع على تفاصيل مباحثات ولد شيخ الملف اليمني في المغرب يقول الموقع التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرباط الوزيرة المتدبة في الخارجية والتعاون المغربية أمباركة بعيد وجرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات المتعلقة بالملف اليمني وأعربات المسؤولة المغربية عن دعم بلادها للمبعوث الأممي وللمجهودات التي يقوم بها لإيجاد حل مبني على أساس الشرعية الدستورية باليمن ونبدأ بالأخبار التي وردت في موقع تغير نت من محافظة البيضاء مدنيون قتلى وجرحى من ميليشيا الإنقلابية في مواجهة مع مقاتلية المقاومة في مدينة رداع في عنوان آخر وزير الإدارة المحلي عبد الرقيب فتح يلتقي السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي وإلى تعز المقاومة تتمكن من السيطرة على مواقع عدة بعد معارك عنيفة مع الميليشيا في جبل حبشي أما في شأن الاتصادير كزا الموقع على تفاصيل تراجع الإرادات الجمركية والضريبية لليمن يقول الموقع قال تقرير رسمي يمني صادر عن مصلحة الجمرك اليمنية إن الإرادات الجمركية والضريبية للبلاد تراجعت خلال العام الماضي بسبب الحرب بنسبة 40% وأوضح التقرير أن إرادات مصلحة الجمرك الخاضعة لسيطرة الحوثيين من الرسوم الجمركية خلال العام الماضي بلغت 67 مليار فاصل 142 ريال يمني وما يعني مليون 312 مليون دولار ما يعني انخفاضا بنسبة 40% على أساس سنوي وأشار التقرير إلى أن إجمال الرسوم المطالب إعادتها خلال العام الماضي من قبل الشركات وصل إلى 331 مليون ريال يمني فيما بلغت الرسوم المعادة 260 مليون ريال وأكد التقرير أيضا وجود عجز في إجمالية الرسوم الجمركية المحققة العدالة الانتقالية الطريق أو طريق العبور من المضيق تحت هذا العنوان كتبت ألفت الدبعي مقالا نشره موقع تغيير نت تحدثت فيه عن العدالة الانتقالية التي تحتاجها اليمن لجبر الضرر نتيجة الحرب وتضيف الكاتبة بعد أن يتم تحرير جميع المحافظات وإجبار ميليشيا الحث وصالح على الانسحاب وتطبيق القرار الدولي 2216 يصبح أمامنا فرصة تاريخية كبيرة على الشباب والقوى السياسية أن ترفع الصوت بها عاليا لأننا إذا تركناها فنحن لا نعمل سوى إعادة إنتاج الماضي لا أكثر هذه الفرصة هي الضغط باتجاه العدالة الانتقالية والمصالحات الوطنية وفق مخرجات الحوار الوطني والتي ستشمل كل مراحل الصراع في اليمن بما فيها فترة هذه الحرب الجارية حاليا خاصة وأن قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لم يصدر حتى الآن فالعدالة هي الضامن الوحيد لمعالجة كل جذور أنماط الاستبداد السياسي والثقافي والديني والاجتماعي في اليمن وستكفل لنا معالجة حقيقية لأثار الحروب والصراع عبر الآليات التي ستضمنها آليات العدالة الانتقالية المتعارف عليها العدالة الانتقالية لا تعني الانتقامات ولا الثارات ولا نصب المحاكم والمشانق فهذا النوع من العدالة لن يخرجنا إلى طريق العدالة المستدامة والسلام الدائم وهو ما اتفقنا عليه في مخرجات الحوار الوطني وخاصة في ظل مجتمع جزء كبير منه قبلي تقليدي كالمجتمع اليمني العدالة التي نريدها هي عدالة كشف الحقيقة والمساءلة والاعتذار وأرد الاعتبار وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات المتسببة في الانتهاكات بحيث نستطيع من خلال كشف الحقيقة أن نصل إلى معرفة جذور الانتهاكات في اليمن وأسبابها الرئيسية والعوامل البيئية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي ساعدت على ارتكاب هذه الجرائم وكيف تحول المجرمون إلى مجرمون بهدف تحويل أمراء الحرب إلى أمراء سلام وبما يساعد على تأسيس بناء الدولة وصياغة سياسات أو تشريعات وقوانين جديدة غير السياسات والتشريعات السابقة التي ساعدت على حدوث الانتهاكات أو تغيير الأشخاص الذين مارسوا هذه الانتهاكات موقع يمن مونيتور نقل عن محافظ شبو عبدالله النسي بالقول الحوثي والقاعدة تحركهم أياد خفية ضد الأمن والاستقرار وعنون الموقع أيضا حجب إلكتروني بالجملة في اليمن يستثني مواقع الحوثي وداعش والقاعدة كما نقل الموقع عن رئيس اللجنة الطبية في تعز الدكتور صادق الشجاع جرائم الحوثي ترقى للإبادة أما في الشأن السياسي ركز الموقع على تصريحات سفيرة سعودية في بريطانيا حول اليمن يقول الموقع في تفاصيل هذا الخبر أكد السفير السعودية في بريطانيا الأمير محمد بن نواف على أن بلاده تسعى إلى حل سياسي في اليمن هدفها ليس القضاء تماما على جماعة الحوثي المسلحة أو إدامة حالة الحرب بلا نهاية وأعرب السفير السعودي عن أسف المملكة العميق لمقتل مدنيين في اليمن لكنه نفى بشدة مزاعم استهداف المدنيين عمدا وأضاف السفير بالنواف أن السعودية تبدل جهودا لتجنيب سقوط ضحايا من المدنيين لكن هناك طرقا للتضليل تستخدموا ضد المملكة في الصحافة وأتحدث السفير في التفاصيل أن الحملة التي تقوم بها المملكة تتمثل بشكل كامل أو تمتثل بشكل كامل للقانون الإنساني الدولي والمستشارين العسكريين البريطانيين يوفرون تدريب لنظرائهم السعوديين ويقدم العسكريون البريطانيون المساعدة في الاستهداف والجوانب القانونية وتستخدم الأسلحة الدقيقة أكثر من الدخائر العنقودية والأهداف يتم فحصها بدقة لضمان تجنب سقوط ضحايا من المدنيين وقد أعرب جميع المراقبين الأجانب عن رضاهم عن تلك الضمانات بهذا مشاهدين نكون قد أنهينا في أهم ما جاء في الصحافة العربية أو الصحافة اليمنية الصادرة هذا اليوم من عنوين وأخبار نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستعراض أبرز ما تناولت الصحافة العربية الصادرة هذا اليوم ابقوا معنا عبنا مجددا نواصل معكم مشاهدين الكرام وأنا الصحيفكم في جولة بين أهم ما قالته الصحافة العربية صادرة اليوم والبداية من العربي الجديد التي ركزت على المخاوف المتزايدة لدى الميليشيا وقالت في أحد تقاريرها إن مخاوف الحوثيين وصالح لا تقف عند شراء الولاءات بشكل مباشر بل تشمل وجود عدد غير قليل من الوجهات القابلية والشخصية السياسية التي كانت محسوبة على الجماعة وحلفائها وبدأت مع التطورات الأخيرة تميل باتجاه المنطقة الرمادية بما لا يجعلها غريما مباشرا للشرعية في حال تمكنت من تحرير العاصمة تواصل الصحفة كما تدفع الآثار المعنوية لتقدم الشرعية الحوثيين لاتخاذ إجراءات يسعون من خلالها أو من خلالها لوقف نزيف المعنويات وفي مقدمة ذلك الترويج المتكرر لاستعادة المناطق التي فقدوا السيطرة عليها بجبهة مأرب وأطراف صنعاء بشكل خاص غير أن الواقع الميداني بات يعكس تراجعا مستمرا من قبل الحوثيين مع فقدان الجماعة الكثير من الأوراق السياسية التي كانت تعول عليها تباعا منذ بدء عمليات التحالف قبل أكثر من 11 شهرا يشير مسؤول مقرب من الحوثيين للعربية الجديد إلى أن حالة السفر لدى الجماعة وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع سادت في الفترة الأخيرة بسبب المخاوف من قيام التحالف وشخصيات الموالية الشرعية بشراء ولاءات قبلية وعسكرية بعد التقدم إلى أطراف العاصمة وينوه المصدر إلى أن اللقاءات القبلية التي عقدتها قياداتهم من حزب صالح وتحديدا العمين العام للحزب مع وجهاء ومسؤولين من مديريات محيط العاصمة تأتي في هذا السياق مع وجود جهود تواصل من قبل شخصيات قبلية موالية للحكومة تسعى لتقديم تطمينات واستمالة وجهاء ومسؤولين نقلت صحيفة الاتحاد عن مصدر ميداني في المقاومة اقتراب قوات الشرعية من تحرير منطقة مسورة القريبة من جبل نقيل بن غيلان الاستراتيجي آخر معاقل المتمردين في نهم والمطل على بني حشيش وأرحب شرق وشمال العاصمة أشار المصدر إلى مقتل عشرات المتمردين وقال هناك عشرات الجثث ليحوثيين لا تزال مرمية في جبال نهم محذرا من كارثة بيئية في المنطقة بعد أن بدأت معظم الجثث في التعفن فيما لم تسرع أي جهة إلى انتشالها وقال إن الحوثيين رفضوا انتشال جميع الجثث وطالبوا فقط بعدد منها دون أن يعرف سبب ذلك كما تنقر الصحيفة عن قائد المقاومة بمديرية عسيلان علي الحجري الحارثي أن أفراد المقاومة من أبناء المديرية قد استكملوا التدريبات العسكرية والقتالية اللازمة للمشاركة مع قوات الجيش لتحرير المديرية من ميليشيا الحوثي وصالح وأن عدادا كبير من رجال القبائل انخرطوا في صفوف المقاومة ونوها إلى ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين المقاومة في المديرية واللواء 21 مشا في المعركة لهزيمة العناصر الضالة وتحرير الأرض وقال مدير عام مديرية بيحان العليا في شبوى أحمد صالح الطاهري إن الجاهزية القتالية مرتفعة لدى قوات الجيش في اللواء 19 مشا وكذلك أفراد المقاومة الشعبية وأن معركة تحرير بيحان جاهزة وننتظر ساعة الصفر صحيفة البيان ركزت على العاصمة صنعاء وقالت في أحد عنوينها البارزة أهالي صنعاء يغلقون مسجدا درءا للفتنة بسبب ميليشيا الحوثي قالت الصحيفة في التفاصيل أغلق مسجد بيت معياد أبوابه في العاصمة صنعاء بسبب التدخل الحوثي في كل خطبه والذي لم يعد يطاق لدى مصلي الحي فعمدوا إلى إغلاقه وقالت الصحيفة إن الأهالي علقوا على مدخله لافتة كتبوا عليها الإخوة المصلون المعذرة منكم المسجد مغلق درءا للفتنة أتضيف الصحيفة عمد القائمون على جامع بيت معياد إلى إغلاق جامعهم بعد يوم الجمعة وعدم استقبال المصلين بسبب ضيقهم من خطب الحوثي العنصرية والذي تفرضها على خطبائهم لأجل تلقين المصلين ونشر أكاذيبهم وسبق وإن قامت ميليشيا الحوثي بتنفيذ حملة اعتقالات وتغيير خطباء المساجد واستبدالهم بخطباء ينتمون إليها ومن يخالف أو يعارض أو يرفض قراراتهم يتم اعتقاله صناعة الديمقراطية المشرع والقاضي تحت هذا العنوان كتب عمرو حمزاوي مقاله في القدس العربي ويقول الكاتب كلما تعاملت المجتمعات البشرية بعقلانية ورشاد مع مصالحها العامة واعتمدت قيم العدل والمساواة والحرية والتقدم المتصالح مع الطبيعة وغير المضطهد للآخر كغاياتها الكبرى كلما سعت إلى فك الاشتباك بين التناقضات التي يطرحها في الواقع المعاش تداخل معاني ومضامين بعض المصالح العامة في هذا الصدد يثير التداخل بين مفهومي إدارة العدالة وحرية التعبير عن الرأي الكثير من التناقضات التي تهتم بتنظيمها العهد الدولية لحقوق الإنسان وكذلك دساتير وقوانين المجتمعات الديمقراطية وأحكام المحاكم بها تتناول المادة رقم 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ضمانات العدالة والتمكين لإدارتها الناس جميعا سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوة مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة هيادية منشأة بحكم القانون ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواء الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوة أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة هكذا جاء النص المهموم بحق الأفراد في التقاضي العادل هكذا تدير المجتمعات الرشيدة شؤونها فتفض الاشتباك بين المصالح العامة وتوطن لقيمها وغاياتها الكبرى دستوريا وقانونيا وقضائيا وتصنع من ثم للمواطن والمجتمع والدولة ثقافة احترام للحق والعدل والمساواة والحرية تضمن إحداث شيء من التوازن بينها جميعا صحيفة القدس العربي تابعت التقرير الذي يرصد انتهاكات ميليشيا الحوثي لحرية الصحافة ونقلت عن رئيس المركز الذي أصر التقرير مصطفى نصر أن التقرير يكشف حجم المخاطر التي تواجه الإعلاميين والصحفين في اليمن حيث أصبحت مهنة الصحافة تعرض العاملين فيها للقتل لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وأوضح نصر التقرير كشفان جماعة الحوثي ويأتي بعدها تنظيم القاعدة كأكبر جماعتين مارستا الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن خلال العام 2015 مؤكدا أن العام 2015 كان الأسوأ في تاريخ الصحافة في اليمن إذ قامت جماعة الحوثي بتدمير معظم وسائل الإعلام المعارضة لها أو التي رفضت السير على فلكها بل أنها أجبرت المؤسسات الإعلامية الحكومية على العمل لصالحها مستبعدة مئات الصحفيين والصحفيات العاملين فيها وأضاف أن العام 2015 كان الأسوأ والأكثر دموية وكبتا للحريات الإعلامية في اليمن منذ اقتحام الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر من العام 2014 بالإضافة إلى هذه الانتهاكات تعرض العشرات من الصحفيين للاختطاف ومارست جماعة الحوثي تعذيبهم بصورة وحشية وإخفائهم عن أسرهم لأشهر عديدة إلى صحيفة الخليج والتي ركزت على عودة الحياة في المدن المحررة وعلقت فعاليات في مختلف مناح الحياة وإصرار على تجاوز مظاهر المحنة عدن الآلام تزيدها قوة والموجعات تمنحها الثبات تقول الصحيفة على الرغم من الحوادث الأمنية المتكررة التي تشهد عدن وهواجس القلق التي تصدرها الانفجارات التي تحدث في أماكن متفرقة بين الفينة والأخرى إلا أن ذلك لم يكن دون ممارسة السكان لحياتهم الطبيعية والاستئناس بالأجواء المناخية التي تتمتع بها حالياً المدينة الساحلية في إشارة واضحة إلى أن عدن وإن نزفت لا تموت وتضيف الخليج في ساحل أبيان بمدينة خورماكسر كانت مجموعة من الشباب تمارس ألعابها المعتادة على الشاطئ الجميل حيث تتعالى صيحات التحدي وتشد روحي المنافسة وتورد الصحيفة على لسان أحد الحاضرين قولهم نحن على الدوام نرتاد هذا الساحل الجميل مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء إما للسباحة أو لعب كرة القدم وندخل عادة في تحدي ومنافسة فيما بيننا مع وجود التحكيم لم تكن إقامة الكثير من الفعاليات والمهرجانات وفي أماكن مختلفة في عدن هو هاجس شباب وشابات المدينة الساعين إلى رسم صورة جميلة لحقيقة الأوضاع فيها فحسب بل تعداه إلى حمل هموم عدن إلى خارج انطاقها الجغرافي ورسم صورة جميلة عنها حتى وإن كان ذلك في بلاد الشمس المشرقة اليابان تقول هبا حيدر مؤسس ورئيس منظمة جولبيل شيربيز وهي تتحدث كيف إنها ومجموعة من شباب وفتيات عدن استطاعوا المنافسة في الفعالية اليابانية الشهيرة بيتاشا كاتشا والتي تقام أربع مرات في كل عام لم يكن همنا ونحن نشارك في فعالية عالمية الحصول على جائزة أو منحة مالية بقدر ما كان همنا الوحيد هو إظهار اسم عدن ورسم الصورة صورة إيجابية عنها تعكس إلى حد بعيد حقيقة أن المدينة في عدن لم تكن وليدة السنوات الأخيرة بل تتعدى ذلك إلى مئات السنين إذن مشاهدين بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحافية لهذا اليوم ولم يتبقى سوى أن نشاهد سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وإلى الملتقى أترككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر